الحقيقة في ظل المعطيات الموجودة الآن في كل الأسواق الدولية لما مجموعة زي مجموعة البركة تحافظ منذ أن عيدة هيكلة ترسمالة في 2006 على منح أو توزيع أرباح على المساهمين تبلغ في المتوسط خلال الست سنوات ما يزيد عن 13% في شكل نقدي وفي شكل أسهم منها الواقع حتى نكون صريح معك أن مجموعة البركة الآن بحجمها وتواجدها الجغرافي في العديد من البلدان تحتاج إلى زيادة موارد ذاتية يعني مفروض فيها أنا دائما نقول فيها حتى للمجلس الدارة والمساهمين أن مجموعة البركة يجب أن يكون رأس مالها لأقل عن 3 مليار دولار لماذا؟ لأنه عندها فعلا فرص الآن في بعض البلدان مثل تركيا وفي الجزائر وفي مصر وفي أفريكا في العديد من الدول يعني موجودة في 15 بلد فبالتالي إذا كان من واصل المسيرة يجب أن يكون فيه فعلا زيادة موارد ذاتية خصوصا أمام الأسواق المتقلبة اللي الآن مرات أنت لازم يكون عندك دائما سند قوي من مواردك الذاتية بدل الاعتماد بس على السوق والودايع لأن الودايع والحصول على الموارد من خارج السوق هذه دائما تتأثر بتأثر الأسواق ونحن نرى الآن في بعض البلاد العربية فمن المهم إذن أن المؤسسة تستبقى بعض مواردها أو بعض أرباحها ولكن أيضا تحاول أن يتم التوزيع دائما بحدود نسب لا تقل عن مستوى الاستثمار أو مستوى السوق اللي هو يمشي مع الظروف القائمة ويحافظ أيضا على دعم الموارد الذاتية للمؤسسة متى من الممكن سيد عبد الله أن يكون الوقت مناسب بنوع مال لزيادة رأس المال مجموعة البركة المصرفية عبر طرح أفضلية أو خلاف ويان هي الآن زيما ذكرتنا حتى عند الافتتاح أن المجموعة ومجلس الأرنة أخذ قرار بزيادة رأس المال ولكن طريقة زيادة رأس المال هذا دائما يتأثر بظروف السوق يعني أنت عارف الآن مثلا لما تطلع للسوق زيما أثير بعض أسهلة على سهم المجموعة في السوق أنه هو ما يمشيش مع قيمة الحقيقية يعني أنت لما تجي الآن تشوف البوك فاليو أو القيمة الدفترية أكثر من يمكن 1.4 أو 1.5 ونجينا لقاها في السوق أنا بنص النسبة هذه أو بنص النسبة هذا فليش لأنه ما فيش تداول أنت عارف الأسهم يعني نقول إحنا تنزاد قيمتها من خلال 22-22 ياما توزيع الأرباح المجزية والإنسان بيقيتها بس كاستثمار أو أنه في ناس بيشتروها على سنة هم بيستحوذوا على شركة أو شيء لحصولها على نسبة كبيرة من الأسهم يبقى ما فيش الجزء الثاني غير وارد لأن الأغلبية مملوكة من المساهمين وعندهم هذا الاستثمار جيد بيحتفظوا به مجموعة مستثمرين فبالتالي عملية السوق لا يعكس قيمة السهم في الوقت الحاضر لماذا لا يتم إدراج السهم المجموعة في برصة أخرى إلى جانب برصة البحرين يعني برصة البحرين من المعلومة أن حركة التداول فيها ضعيفة قد يكون من المفيد عمل إدراج مشترك لسهم البركة لا يتم إدراجها فعلا في سوق دبي في دبي الانترناشنل موجود الآن مدروج السهم هناك وتدريجيا يعني بس لما ناخذ من الواقع عملية الاستقطاب الآن يمكن إلا لما نقوله يصير نوع من الهدوء في الأسواق الدولية وكل البورصات ساعتها بس يصير فيه طرح أعام أو أكثر نسبة مطروحة في السوق حيكون فيه بعدين يعني هنقول جوانب أو أسباب أخرى لشراء السهم السهم موجود في دبي ولكن تكاذي الشاشات تخلوا من حركة أيضا على السهم ما هي اللي موجود السبب الرئيسي اللي موجود في البحرين هو يكون موجود في سوق تاني لأن ما فيش العدد الهائل عدد قليل جدا للي هم ملكين نسبة مطروحة لتداولة أي نسبة بسيطة أخيرا سيد عبدالله كيف تنظر لرؤية المجموعة في توسعاتها وخطتها المستقبلية في المدى القصير في 2013 أو في 2014 نتعرف الآن في فعل توجه أو فيه الآن يعني نحن نقول توجه جديد بالنسبة للصيرفة الإسلامية وفيه أصبح نسبة كبيرة جدا الآن بدأ يقبلوا على هذا النوع من الصيرفة يعني شريحة كبيرة تكبر كل يوم فبالتالي الآن مجموعة البركة فعلا يعني أثبتت خلال هذه المدة أن يمكن من أكثر المصارف والتي امتهنت الصيرفة الإسلامية وأثبتت جدرتها في العديد من الدول فأمكانية التوسع حتستمر وأنا بنقول بس يمكن يكون فيه نوع من الهدوء يعني أنت لازم تكون فيه البيئة جاهزة لأنك تتوسع على البلدان الآن الحمد لله من يش عارف نسي نقول الحمد لله ونقول يعني ما خندرانا كل حالة كل حالة وأن الدول كلها عندها لا يدفعها هدوء يعني خصوص البلدان الإسلامية عندما كلها مشاكلها قائمة سواء كانت اقتصادية سواء كانت سياسية سواء كانت اجتماعية فبالتالي والرأس المال دائما زي ما أنت عارف في السوق أن نقول لحنا رأس المال جبان فبالتالي مش حصير الانطلاق هذا إلا لما يكون فيه نوع من الهدوء لأنه نضمن أنه على قل هذه المؤسسة تنجح في إرساء أو إثبات وجودها وتكون البيئة المحيطة بها قابلة للعمل لأننا فيها داخلها يعني في بداخلها